بسم الله الرحمن الرحيم يا أهلا وسهلا أهلا بكم في فيديو جديد هنتكلم فيه عن برنامج اسمه ساي ويل أو ساينس ويل ده برنامج لطيف جدا فيه الرفرنسز أنا كنت أدفايزور في برنامج مندلي ونزلت شروحات كتيرة جدا بتشرح برنامج مندلي لو أنت مهتم بيها سيب لك اللينك بتاعها في الدسكريبشن ولكن مؤخرا من كام سنة كده بدأ أن هما يلغوا الابلكيشن اللي احنا تعودنا عليه وبدأ يكون أبلكيشن مختلف وحاجة اسمها مندلي سايت وبيريكوست أنك تعمل لوج إن بشكل كتير وبيمفوش أوبشن بتاع الأوفلاين وبدأ يشيلوا الأوبشن بتاع ان احنا مثلا تشوف الدابلكيتس ويحطوه تاني ولكن لما حطوه مرة تانية كان الأوبشن كان سيء ففي بعض المشاكل اللي بتحصل فيه برنامج مندلي حاليا ومؤخرا المشكلة الكبيرة اللي قبلتني إن برنامج مندلي مع الرفرنسز الكتيرة بقى تقيل جدا مش أحسن حاجة في الاستخدام بالرغم إن إمكانيات الجهاز كويس فدورت على بديل احنا كتبت في الفورم ده يعني عشان تكون أدفايزور أو مستشار في برنامج مندلي هما كانوا شافوا الفيديو زي اللي أنا صورتها على القناة وبعتولي إنفتيشن على الإيميل إنك تكون أدفايزور علشان زي يعني تنشر المعلومات عن برنامج مندلي في الوسط بتاعك بشكل أفضل فموافقت على حاجة زي كده وبعد كده كان فيه جروب في مندلي ويب سايت زي نفسه بعد كده الجروب ده تقفل أصلا وبقى فيه جروب على لينكد أن فحتى الناس لما تيجي تكتب بكستوس معينة علشان فيه إيررز معينة فالإيررز كترت ولكن استيل برنامج مشهور وناس كتيرة بتستخدمه فحبيت إن أنا أدور على بدايل سريعة وخفيفة فاكتشفت سايويل اللي احنا هتكلم عنه النهاردة برنامج خفيف جدا لطيف جدا وبيقض الغرض بشكل يعني مناسب جدا وجميل جدا هنشوف الشرح بتاعه النهاردة بكل التفاصيل بتاعته فلو عجبك الفيديو ده ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتشارك الفيديو مع الوسط العلمي بتاعك برنامج جديد لطيف ناس كتير محتاجة إن هي تستخدمه أتمنى الناس كلها تشارك الفيديو مع أصدقائها وفي الوسط العلمي بتاعها وبدون مقدمات كتيرة هتكتب في جوجل كده سايويل أو بساينس ويل هتلاقي الويب سايت مفتوحه قدامك كنا هو هو هنا يفتح الأكاونت بتاعي ولكن احنا فتحنا مثلا كونيت وكتبنا سايويل كل بساطة خالص هو فري اكاونت وفي الاخر هيفتح لك الداشبورد بي الشكل اللي انت شايف قدامك ده لو انت عايز تبدأ في الشكل ده أو بالتفاصيل يعني غير الفيديو ده تقدر تدخل على هنا جيت ستارتد وهتلاقي إن هو كل التفاصيل بتاعت جيت ستارتد بيبدأ يزبطه لك من هنا بحيث إنك لو عايز تتعلم يعني هنا مثلا لو انت عايز تنقل المراجع بتاعتك من برنامج زوتيرو أو من من مندلي أو من اند نوت أو حتى بيدي افس تضيفهم على الرفرنسز أو فولدور بتاعك أو الحاجة اللي انت تحبها حاجة تانية هنا إن في حاجة اسمها كروم اكستنشن هتدوس على كروم اكستنشن بعد كده تبدأ تنزل كروم اكستنشن هتلاقي موجودة عندك هنا هي ده الكروم اكستنشن بتاعك يعني الميزة فيه برضو إن هو مثلا لو دخلت على الهلب أنا لسه نتكلم عن الحاجات دي كلها بالتفاصيل ولكن لو دخلت على الهلب هتلاقي إن فيه كل حاجة يعني لو انت عايز مثلا تنزل الديسكتوب أب هتنزل الديسكتوب أب بكل التفاصيل بتاعي لو انت عايز مثلا تشوف حاجة جينرال أو سايوي البروزر اكستنشن هتلاقي كل البروزر اكستنشنز بالتفاصيل بتاعتها هنا من جزء بتاع الهلب فهو بصراحة لطيف جدا طيب هو ده لداش بورد زي وزي برنامج من دلي بالزبط انت بيكون عندك بروجيكتز يعني البروجيكت ده مثلا ودي الرفرنسز بتاعتك ودي الفولدورز بتاعتك فانت لو عايز تعمل البروجيكت جديد بتدوس بلس هنا وتلاقي مثلا ده بروجيكت الترايل على حسب البروجيكت وفيه برضو الشيرد بروجيكتز بتاعتك اللي هو انت بتضيفها مع ناس او بتشارك فيها مع الناس بتاعتك وبتضيف لهم الرفرنس دي طيب اصلا ازاي بضيف الرفرنس يعني على سبيل المثال لو احنا استخدمنا باب ميد وكتبنا مثلا ليفر كونسور ويبحثنا على الليفر كونسور انا هسيبلكو في الديسكريبشن شرح كامل لباب ميد بالادفانس سيرش بتاعه هنفترض ان البيبر اللي احنا شايفينها قدامنا دي بمجرد ما تفتح البيبر كده بتقدر انك تدخل على السايويل هنا وتبدأ تضيف البيبر دي يعني هنا تيومر اسوشييتد ماكروفيج هتلاقي تيومر اسوشييتد ماكروفيج تبدأ انك تضفها في الفولدر اللي انت حابب تضيفه دي الشيرد بروجيكتز بتاعتي ودي البروجيكتز اللي هي البيريفت فقدر اضيفها في الترايل وفي ميزة هنا لطيفة جدا هتدوس اد هنا وفي ميزة هنا اسمها هايلايت اوف هايلايت اون هايلايت بلاس نوت يعني ايه الكلام ده يعني اننا ممكن اننا وانا بقرأ البيبر ديزت نفسها في الابستراكت هنا لقيت ان الجملة دي مثلا الجملة دي جملة مهمة فبجرد بعملها هايلايت ده في الويب سايت يعني وده مش موجود في مندلي اقدر ان انا ادوس هنا واعمل لها هايلايت بالشكل ده اللون الاصفر باللون الاحمر باي واكتب مثلا this is important وقدر ان انا عمل لها save فلو دست هنا تاني علشان نشوف الفايل هتلاقي ان هو الفايل ده already added للليبري بتاعتي وفي النوت اللي احنا شايفينها هنا هي this is important ودي الهايلايت بتاح اقدر ان انا ندوس على كده ويجيب لي الهايلايت بتاح يعني انا قلبت تحت شوية كده مثلا وبعد كده عملت هايلايت للجزء ده ان دي اسم التامس مثلا وبعد كده خليت الهايلايت ده بلون الاحمر وكتبت كده هنا دي التامس ودست save هدخل هنا برضو هلاقي النوتس فانا لو واقف هنا على الاحمر ودست هنا على الاصفر هيروح جايب لي النوتة بتاعت الاصفر بشكل واضح وصريح فدي الهايلايت ودي النوتس بتاعتك وهو كده البيبر دي هتلاقيها في الفولدر بتاعك يعني احنا عملنا ريفراش كده كان فيه ثلاثة بقى اربعة حاليا هتلاقي ده الفايل اللي احنا عملناه لأضافة خلي بالك ان احنا علشان الفايل ده اصلا فايل فري او فايل مجاني بمجرد ما انت عملت لأضافة هنا تقدر انك تفتح البيدي اف بتاعته يعني ده الويبلينك ودي النوتس بتاعتك اللي انت ضفتها وده البيدي اف فتقدر تدوس اوبن بيدي اف فيفتح لك البيدي اف بتاعك طيب فده اوبشن لطيف جدا يعني دي سايبي لأهي بيدي اف ريدر موجود طيب وممكن تبدأ تعمل برضو annotation هنا او highlighting زي ما احنا اتكلمنا تبدأ انك تعمل highlight وبالالوان المختلفة وده احنا اتكلمنا فيها في برنامج مندلي ان انا ممكن مثلا اخلي اللون الاصفر ده لكلمة drug او اي حاجة متعلقة بالdrug فهنا مثلا دي متعلقة بالdrug والجملة دي مثلا متعلقة بالdrug مثلا فانخترها باللون اصفر ولكن مثلا الجملة دي متعلقة بحاجة تانية مثلا فاخترها باللون الاخضر فتبدأ انك تختار الالوان بتاعتك على هذا الاساس على المعلومات اللي انت حابب تشوفها فهتلاقي ان ال paper بتاعتك معمول فيها highlights لو انت رجعت هنا هتلاقي notes بتاعتك وال highlights موجودين فيه يعني هنا مثلا خمسة notes اهي هتلاقي notes بتاعتك والتفاصيل بتاعتها كلها موجودة هنا وهده من ضمن الحاجات اللطيفة جدا جدا وبرنامج سريع برنامج خفيف يا جماعة يعني فيه سهولة جدا فيه الموضوع ومش بس كده دي مميزات البرنامج كمان فيه مميزات انك لو دخلت هنا كده ال paper دي ذات نفسها فيها citations من تحت لو انت بسيط على ال paper ذات نفسها نزلت تحت كده هتلاقي ان فيه references في اي paper من تحت فتقدر انك وانت هفتح ال paper ذات نفسها بتلاقي حقا اسمها ايه show cited articles فمجرد ما تدوس على show cited articles هتلاقي أصلا ال articles بتاعتهم اللي هم حطينها ايه تقدر انك تختار اي article منهم تعمله هنا مثلا select وتضيفه برضو لي ال library بتاعتك اللي احنا نسميها مثلا trial وده هنعمل لها add زي ما احنا شايفين بالشكل ده فده من ضمن ال options اللي مش موجودة اصلا فيه برنامج مندلي ان انا اضيف من cited articles ذات نفسها طيب من ضمن ال options برضو ان انا لو كتبت مثلا liver cancer ساعات بعمل advanced search بتاعي يعني على سبيل المسال عايز اختاره في اخر سنة وهي عايز اختار مثلا المتاليس اللي اتكلمت في الموضوع فزي ما قلت لك هسيب لكم فيديو بيشرح الموضوع ده بالتفصيل وبعد كده مثلا اخترت full text فيعني بنحاول نحنا نشوف النتائج ساعات بيوصل معي مثلا 25 نتيجة في search result عن افترض ان احنا انا عايز اضيف 25 نتيجة دول كلهم مرة واحدة فهنا ال page في برنامج او في ال web site بتاع bobmed بتظهر 10 ابحاث هتيجي بص هنا تقدر انك تضيف 10 references دول كلهم مرة واحدة عندك في المكتبة بتاعتك فلو دوسنا مثلا trial ودوسنا add فهو كده اضاف 10 references روح اعمل refresh هم هنا 4 references هوا زي ما انتو شايفين هعمل refresh كده هيكون عندي 16 references عشان احنا ضفنا 2 papers من المراجع فهتلاقي ال papers هنا زي ما انتو شايف كده فيه institutional access وفي الحاجات المفتوح هتلاقي فيها ال open pdf بشكل مباشر هنا suggestions هنا notes اللي انت كتبتها من الفايلز هنا المانسكريبت لو انت حابب تضيف اي مانسكريبت فهو بصراحة برنامج خفيف جدا وهي لطيف جدا وتقدر حتى لو انت مثلا يعني بتستخدم ادي pubmed لو انت بتستخدم مثلا science direct بتستخدم scopes بتستخدم اي website تقدر انك تستخدم الاداة بتاعت ال importing دي بشكل مباشر وده بصراحة حاجة لطيفة جدا وتقدر كمان انك تيمبورت زي ما احنا شايفين ال pdf تقدر تيمبورت ال pdf من computer device بتاعك من google drive من dropbox من one drive فده options كتيرة لو انتم شاركين مثلا ال pdf بتاعتكم على google drive تقدر انك تعمل ايمبورت لل pdf من google drive وكمان تقدر تعمل ايمبورت لل references من برنامج من mandaly و zotero و end note و other programs وكمان تقدر تعمل يعني referencing files باي references من دون تقدر تضيف حتى ال reference بال doi يعني مثلا ما فتحنا اي paper خلينا نفتح مثلا second page علشان نختار paper جديدة فمثلا ال paper دي فيها هنا حاجة اسمها doi وفيها اسمها pmcid والbmed فتقدر تاخد doi كده وتحط ه هنا وتدوس add فيضف لك paper ذات نفسها ادي bear poly كزا اللي هي ال paper دي فدي مضمن المميزات برضو القوية جدا وفيه تقدر انك تضيف reference manual لو انت عارف ان دي Jordan article واسم ال paper ايه لو هي مثلا paper عربية او حاجة زي كده واسم authors وتضيف كل التفاصيل بتاعتها فده حاجة لطيفة جدا فيه كل options بتاعت adding هنا بصراحة ان from search results زي ما احنا شفنا فهو لطيف جدا 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 فده كده بالنسبة للبرنامج ذات نفسه هتلاقي في tools هنا في chrome extension اللي احنا ضفناها دي وهتلاقي في حاجة اسمها word add in لو انت عايز تضيف ها على word ومن ضمن الحاجات الجميلة برضو لو عايز التفاصيل بتاعتها كلها هنا فلو فتحنا الword بتاعنا هتلاقي بعد ما اضيف هتلاقي science wheel هاي فهتلاقي لو انا بالنسبة لان محمد يعني هتلاقي reference عندي mindri و the end note science wheel ولكن انا بستخدم cy wheel ده فهو نفس الفكرة بالضبط انك ممكن تكتب this is statement ويتبدأ خلينا بس نشيل الرقم ده علشان الناس ما تحس انه تبع reference وتقدر انك تضيف reference بتاعك انه تدخل على cy wheel وبعد insert citation هتلاقي references بتاعتك اللي انت حطتها هنا فتقدر تدوس مثلا هنا site فهي يعمل لك citation ل paper بالشكل ده طيب وفي برضو طبعا option بتاع references يعني تقدر تستخدم project يعني هنا في trial تختار الفايل اللي انت عاست تشتغل عليه وفي option tags option tags مثلا اكلمنا فيه برنامج مندلي ان في option انك تعمل tags ذات نفسه فلو رجعنا هنا لل file ذات نفس تقدر تضيف التاج ده مثلا تخلي ان ده تابع drug وتختار اللون الاحمر مثلا وهنا التاج ده مثلا تابع treatment وتختار اللون الاخضر فتقدر انك تضيف tags طب ايه هي التاج دي هنفترض انه زي ما قلت لكم انك بتخليها زي ده المنتج اللي انت بتجيبه من السوبر ماركت وبيكون عليه التاج بتاعه او عليه استعر بتاعه فانت تقدر انك تخلي البيبر مثلا يعني هنفترض البيبر دي هنختار ها برضو drug فبالتالي لو انت عايز تعمل filtering للبيبر بالdrug بس تقدر تدف الدرug فهتلاقي كل البيبر المتعلقة بالdrug وبرضو انت بتكتب في word document بتاعك مثلا this is drug مثلا هتقدر تختار من هنا التاج بتاعتك هنحنا نعملها refresh فتقدر تختار من هنا التاج بتاعتك هتلاقي ادل بتاع الدرug هيفتح لك two papers بتاع الدرug فهندوس هنا مثلا insight للبيبر دي فزي ما احنا شفنا هو برنامج سريع جدا ولطيف جدا الحقيقة طيب احنا هنا عملنا references مكتوبة باسم الاولاني والسنة تقدر انك تدخل هنا هتلاقي اسمها format citation and bibliography فهتلاقي الestyles ستاعتك ففيه هنا vancouver eme science nature اي style انت بتحبه يعني لو دوسنا i triple e هنا مثلا هيوريك مثال ال inline citation يعني جوه هيكون شكله ازاي وهيوريك ان ال bibliography بتاعتك بتكون شكلها ازاي فلو دوسنا هنا ان احنا عايزين i triple e هندوس update هتلاقي ان هو عمل لك citations بالشكل اللي انت شايفها قدامك دي هخلى reference رقم 1 ورفرنس رقم 2 وحطي لك references دي خلينا نجرب style تاني مثلا زي nature هتلاقي ان الرقم بتاع nature ده بيكون صغير وطريقة كتابة bibliography او reference ذات نفسه مختلف فعدوس هنا update فهيروح اعملي بالطريقة بتاعت nature زي ما احنا شايفين الرقم بيكون صغير وطريقة كتابة reference ذات نفسه بتكون مختلفة وفيه امكانين احنا نعمل bob made search من هنا وفيه امكانين احنا نحط notes وفيه امكانيات كتيرة جدا تقدر تستخدمها في برنامج science wheel والميزة فيه انه برنامج خفيف تقدر انك تعتمد عليه في الشغل بتاعك مش بس كده لو انت مثلا بتستخدم word online دي من ضمن الحاجات اللطيفة فهتدخل برضو على science wheel هتلاقي نفس الكلام insert citation وبوب made والformatting وكل التفاصيل دي تقدر تدوس هنا ال citation وتقدر تتعامل مع البرنامج على ال word بكل بساطة خالص وبالاضافة كمان تقدر تستخدم الكلام ده في google documents فgoogle documents دي حاجة open وfor free تقدر انك تدخل على google documents بشكل مباشر وتفتح document بتاعك وتسمي this is important وهتلاقي نفس الكلام science wheel تقدر انك تضيف science wheel من هنا وتقدر انك تعمل citation بكل التفاصيل بتاعتها زي ما احنا شوفنا في اكتر من مكان فهو بصراحة برنامج متكامل جدا ولطيف جدا حاجة اخيرة برضو لو انت حابب تضيف ناس تشتغل الشخص اللي انت حابب يشتغل معك فهيبقى البروجيكت ده من private project لshared project بحيث ان اكتر من حد يقدر يشوفه يعني مثلا زي البروجيكت ده ودي الرفرنس بتاعته ودي الممبرز الموجودين في البروجيكت فبرنامج لطيف جدا او ويبسايت لطيف جدا وخفيف جدا وجميل جدا انصح